ازاك يا حوود؟ ازاك يا جريف؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ ايه اللي غير الاهلي من الشوت الاول للشوت التاني؟ فرقة تانية خالص الشوت التانية عن الفرقة اللي شفناها في الشوت الاول؟ أفشة دي الإجابة فقط إجابة مش هلاي؟ أفشة في نفس الوقت أنا بشوف برضو إن هو حظ جيد للنادي الأهلي في توقيتات أهدافه لأن أنا بشوف في النادي الأهلي لعب مباراة سيئة نفس المباراة اللي عبها في السوبر الفرق كله إن الأهلي قدر يحرز أهداف في المباراة فجاب أهداف كتير بس ليه أفشة؟ ليه أفشة؟ عشان ببساطة شديدة اللي كان بيحصل الشوت الأولين يا كريم قبل ما نيجي بالحالات وعاوزين برضو الناس في الكنترول يروحوا على أفشة على طول مش أول حالات إن النادي الأهلي كانت مشكلته لما بيتضغط الكرة التانية أو النادي الأهلي لما بيجي يعمل التحول ما كانش فيه حد قادر يلاعب النادي الأهلي أو يربط الخطوط ببعض لغاية لما نزل أفشة اللي كان بيوبصم على كل جون بجيه الشوت التاني بكي باس بتمريرة مفتاحية أفشة بيعملها تعالوا نشوف بالحالات الأول المشكلة كانت فين في الشوت الأولاني ولما أفشة نزل عمل إيه في الشوت التاني لو نستعرض الحالات الأمور اتحلت تماما الشوت التاني اتحلت تماما لأن انت كان مشكلتك مفيش حد قادر لعب النادي الأهلي كورا ومن الآخر الكريم كل ما هتتزنق هتروح لأفشة كل ما مرسل كولر يتزنق هيروح لأفشة كل آخر عشر داي في مطشة الأهلي والتراجي نزل أفشة يمسك النادي الأهلي كورا عوزة عارفة شوت الأولاني في النادي الأهلي لما كان بالضغط عليه ضغط عالي من سراميكا وكوداكل شفناه النادي الأهلي كان عنده مشكلة في الربط أو نور للتحول كان دايما قرارات لعبة النادي الأهلي هنكلم أن نمشي بقى الصور واحدة بنكلم هنا إمام عشور أول ما يستلم الكورا إمام هيحاول أنه بص بص يا كريم هنا برضو كان فيه مشكلة في شوت الأولاني مساحة كبيرة جدا في نص الملعب خطوط الأهلي كالعادة قدام السراميكا معرفش إيه اللي بيحصل بص يا كريم نص الملعب فاضي ما فيهوش أي حد تماما نكمل بقى الكورا إمام عشور ما لقاش حد فإمام حاول أنه يدخل جوه الملعب فأول ما يلعب الكورا اتقطعت منه وسراميكا يخد الكورا ورجع الاستحواز تاني نادي سراميكا دي المشكلة الأولى لك يا نادي الأهلي نفس الكلام الكورا التانية هنا أكرم توفيق هيلعب بص في وسط الملعب أول ما البص يتلعب كالعادة لعيبة سراميكا وقفة عاملة كومباكت جيم كل خطوط قرابة بعض قطعت الكورا نشوف الصورة اللي غاية تم ترجع التاني للاستحواز برضو نادي سراميكا الحالة اللي بعدها برضو نفس الكلام نادي الأهلي حاول يلعب الكورا من تحت بيغير اللعب بيلعب الكورا ليه حسين الشحات كالعادة سيئة جدا لعيبة سراميكا خنق لعيبة النادي الأهلي كلها نفس الكلام هنا النادي الأهلي هيحاول يطلعب الكورا طيب إيه بقى اللي تغير الكريم الشحوت التاني هو حاجة بسيطة جدا هو وجود محمد مجدي أفشل في الشحوت التاني إدى الاستحواز للنادي الأهلي وهنا بمعنى إدى الاستحواز لما الناس تتكلم عن لعيب كوير لعيب كوير هو عنده القدرة أنه هو يتحكم في رتم المطش مش دايما أول فكرة عنده أن أنا هطلع الكورا على طول وهعمل التحاول هنا دي كانت آخر الكورا في الشحوت الأولاني في دي أربعة واربعين طهر محمد طهر نزل ضغط من سراميكا طهر معرفش اللف بالكورا اتقطعت شحوت الأولاني كان كل النادي الأهلي كان بستثناء الهدفين اللي جم ومنهم الهدف اللي كان فيه حظ كويس نادي الأهلي اللي خبطت في الفاول هو ده ده تعالى بقى تفرج على الشحوت التاني اللي حصل أول ما قفش نزل دي كانت ضربة مرمى في الدقيقة ستة واربعين بعد الهدف التارت على طول النادي الأهلي أول ما الكورا هتنزل عاوز أوريك على تحكم أفشا في الرتم وأنه هو زي ما بيطلعش الباص غير في الرجل هنا يا كريم إماما عشور زحل كورا الأفشا كورا مش جاية على عدلته هيقوم مطلع على طول حسين الشحات بلمسة بسيطة جدا ده كي باص هم مطلع انفراد لوسام ولكن قدر الدفاع السراميكا دايق وسام وتلقى كورا الكورا اللي بعدها نفس الكلام مرانا عطية خاد الكورا التانية هيسلم للأفشا أول ما أفشا يا كريم محضر من قبل ما يستلم هطلع الإمام إمام بيسلم له كورا وان تو استلم أفشا كورا أم مطلع حسين الشحات نفس الكلام برضو كتهجمة خطرة جدا خلاص الموضوع اختلف تعالنا نفرج برضو على الكورا دي هنا أول ما سرميكا هياخد الكورا عاوزين نبص على أول مرانا عطية هيقطع الكورا هيسلم لمين يا كريم؟ هيسلم لمحمد مجدي أفشا بص الراجل هيعمل ايه؟ على طول محضر القرار بتاعه وعارف هيعمل ايه؟ ده اللي ما كانش متواجد في شوط الأولاني أفشا هيلعب الباص على طول لوسام أبو علي وعلى طول أفشا هتلاقي بتحرك أفشا راح الطرف أكرم توفيق ده لأفشا الباص هملاعب الكورا ما بين الاتنين سنتر باك وكانت هاجمة خطرة برضو إمام دخل فيها كانت ممكن تكون ضرب الجزاء كل حاجة أفشا متحكفية لحظة بقى هنا عشان دي المهمة جدا النادي لقى لي في شوط الأولاني كان بضغط عليه لضغط العالي من سراميكا ده كان بيبقى فيه مشكلة عملت ركاة بسيطة جدا جدا مارسل كولر هو الراجل الحر التالت اللي بينزل يسحب معاه واحد عشان تخلق له المساح هنا مين منازل يستلم عند نص الملعب أفشا نازل ومعه لعيب من سراميكا كليوباترا فبالتالي الراجل اللي راح مع أفشا ده هيفضل مساحة المين لإمام عشور نكمل الكورا أول ما مران عطي هيطلع الكورا لأفشا أفشا من لمسة واحدة يا كريم طلع الكورا لإمام عشور وراح فين في المساحة الفاضية أفشا خد الكورا نقل الهجمة للنادي الأهلي وبقت هجمة منظمة للنادي الأهلي هيلعب خد دابل باس طلع على طول يحي عطيت الله وكانت هجمة خطرة جدا بص برضو يا كريم وأفشا فين متواجد اللي بيرفع ايده ده كان فين وبقى فين هو اللي بيعمل اللينك كله للعيبة النادي الأهلي وده انفراد برضو إمام عشور شاطف العرض نفس الكلام حالة مشابهة تمامة وده الهدف اللي جابه النادي الأهلي عشا كي أقولك هو ليس سبب نرجع تاني الموضوع ببساطة شديدة مرس الكورا خلى مران عطية ينزل مع الاتنين سنتر باك مع الشناوي كأنه هو لعيب تالت زيادة عشان لما خد الكورا مران عطية خد فخر لقاي فالمساحة دي كلها خلقت لنادي الأهلي فمران زق زق هيلعب الكورا لمن يا كريم أو يلعب الكورا على طول في الطرف عنده أكرم توفيق أكرم توفيق هيسلم لمين؟ أفشا كالعادة هو الحل المتواجد هو أفشا هيسلم أكرم توفيق لأفشا أدي يا كريم كي باس اتعامل على طول في نص الملعب نرجع الفريم اللي قبله وببساطة شديدة أي حد هنا مكان أفشا هيقول إن الكورا تطلع لطار لنا ما هو عمل حاجة غريبة جدا طلع الكورا في أهين يا كريم بسكة ممكن يطلع طار لنا ما هو عمل غير معروف طلع الكورا في نص الملعب نكمل الفريم هيلعب الكورا في نص الملعب هيسلم وسام أبو علي وسام أبو علي بالتالي هيسلم لي طار محمد طار العفو الإمام عشور اللي هيدي باس لحسين الشحات إذن كل خطورة بتاعت النادي الأهلي الشوت التاني كان سببها أفشا أفشا هو البروفايل الوحيد المختلف في النادي الأهلي كل ما تتزنق روح لأفشا أفشا خلصتك الدنيا يا سيد مرسي الكل